غبقة الهام الافضالة تلفت الأنظار بفخامتها ورقصها وأصبحت حديث الميديا الهام الافضالة النجمة الكويتية تجمع بين الأناقة والجاذبية في ظهورها الرائع لا شك أنها تلقي الضوء على نفسها بأسلوبها الفريد وتألقها في الأحداث ومناسبات واحد اثنان في مسلسلها الجديد خواتي غناتي تجسد الهام دور غيداي والمسلسل يروي قصة أربع أخوات وأبي مقعد حيث تولت الأخت الكبرى مهمة تربيتهم بعد وفاة والتم ثلاثة الهام الافضالة تظهر بفخامة وأناقة في الأحداث ورقصها يجذب الأنظار ويثير الجدل لنستمتع جميعا بتألقها وإبداعها في عالم الفن والإعلام نجم صاطع راقصة لونها فاتح برتي دوبر الهام فظلت ممثلة كويتية دخلت الوسط الفنية مطلع عام الفان فحققت شهرة مبكرة مقارنة مع غيرها من نجمات اللواتي سبقنها في هذا المجال بأعوام تنوعت أدوارها بين المصرح والتلفزيون ووقفت فيها إلى جانب كبار نجوم الخليج لتحقق عددا من الجوائز خلال مسيرتها الفنية تطور أداء الهام لفضلت مع تغيير ملحوظ في شكلها خاصة وأنها خسرت وزنا كبيرا خلل مسيرتها لتنهال عليها عرود كثيرة للمشاركة في عدد من الأعمال الفنية والإسماء الهام معانا أدللت كثيرة يمكن للتعرف عليها من خلل معانا إسماء الهام الشهر أقوال إلهام لفضلت ألن جوميتي برأيي هي التزام بالأخلق والعمل وقد ساهمت السوشالو ميديا في تعريف الجمهوري بالشخصية الحقيقية لكل فنان عبر يومياته التي يبثها عبر هذه المواقع الهام لفضلت أنا أحرص على ممارسة جلد الذات كي أصل إلى المرحلة التي ترضي الجمهوري الهام لفضلت أنا لست كوميدية بحتة في أنا أجيد وأعشق كوميدية المواقف ذا السوداء لكنني أعترف بأنني لأمت لك القدرة على ارتجال في هاتم ممنى يقع الجمهور في أسرها الهام لفضلت إنجزات إلهام لفضالة بدأت إلهام لفضالة مشوارها لفني عام 2000 عبر مصر حيث على بيبيا شابب الكوميدية شاركت فيها البطولة مع الفنان داود حسيني وحسن أبلام وأدى نجاحها الكبير لحصولها في العام التالي على أدوار في ثلاثة أعمال تلفزيونية هي لاي عمر الزهوري الدرامي مع الفنانين غانم الصالح وانتصار الشراح وديوان السبيل الكوميدي مع الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا وسر الحياة حمل عام 2002 لإلهام عدة مشاريع أولها مسلسلي السرايات 2 العضب الدرامي من بطولة خالد فيسي وعائلة أبيض وأسود الدرامي العائلي حيث تكرر عملها مع غانم الصالح وانتصار الشراح ثم ظهرت في مصرحيتي قناص خيطه والسندباد العائلية وشاركت بعدها بدور ثانوي في المسلسل الدرامي ثمن عمري من بطولة حياة الفهدي عملت وثق عقد احتكاري لصالح سكوب سنتر للإنتاج الفني التي تعود ملكيتها للكاتبة فجر السعيد منذ عام 2003 فظهرت في مسلسلات عدة هي الحيالة الكوميدي والخطر معه جيم ثلاث والحريم الدرامي من بطولة وتأليف حياة الفهدي ثم شاركت عام 2004 في مصرحية سابق وتالي ومسلسل دنيا القوي عملت في عام 2005 بمسلسل رحلة انتظار من بطولة غازي حسين ومصرحية شهر عسل بصل الكوميدية من بطولة فيفي عبده وواحد زائد واحد من بطولة بثينة الرئيسية أدت عام 2006 دورا رئيسيا في المسلسلين الدراميين أحلام لا تعرف الدموع و الامبراطورة ثم في مصرحية نيولوك تلتها مصرحية وادي الأمان في العام التالي كما شاركت في ثلاثة أعمال تلفزيونية هي تكسي تحت الطلب الكوميدي وزهور عمري وعزف الدموع الدرامي العائلي كان عام 2008 مزدحما بالأعمال الدرامية بالنسبة لإلهام الافضالة التي ظهرت في مسلسلات عائلتي وعيون الحب الدرامي من بطولة هدى حسين وجاسم النبهان ومسكن وعنبر ولهوب وعيني عليك وقص حظوذي الكوميدي منهية العام ببطولة المصرحية الاستعراضية أولى أول لينتهي معه عقدها مع شركة اسكوب سنتر للإنتاج الفني الأمر الذي مكنها من توسيع أعمالها كما نالت جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المميزون في الإبداع التلفزيوني الكويتي عملت في عام 2009 في مسلسلي الحب الكبير الدرامي بدور رئيسي وموزة ولوزة تلتها بطولة مصرحية مدينة الظلام وظهرت إلهام في عام 2010 بمسلسلات زوار الخميس الدرامي الكوميدي ورصاصة رحمة وأميمة في دار الأيتام والتي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الكويت للتميز الإبداعي مشاركة فيه البطولة مع الفنانة هودا حسين كما شاركت في مسلسل حيتان وذئاب وفي المصرحية العائلية خمس خوات وصياد قدمت أول برمجها التلفازية والمتخصص بالتبخ في عام 2011 بعنوان مطدخ إلهام وشاركت أثناء تقديمه بمصرحية الزوجة يريد تغيير المدام الكوميدية إضافة لعدد من المسلسلات منها بو كريم برقبته سبع حريم وباب الفرج الكوميدي مع الفنان علي جمعة وفرصة ثانية التي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة وأعلمني كيف انساك الدراميين شاركت إلهام عام 2012 بطولة مسلسل عشرة عمر مع هدى الخطيب وكينة الشام وكنين الشامية والتي نالت عن أدائها فيه جائزة أفضل ممثلة إضافة لمسلسل هجر الحبيب مع بوثينة الرئيسي ومصرحية قلعة الساحر وأحلام وطن ثلتها بطولة مصرحية مصنع الكاكاو في عام 2013 ثم شاركت في عدة مسلسلات هي سوق الحريم الدرامي الكوميدي وبركان ناعم وإلين اليوم وجار القمر بدور البطولة حمل 2014 للفنانة إلهام بطولة ثلاثة مسلسلات هي العفور وأشوفكم على خير ومسكنكا يوفي ثلتها مصرحية ستاند بأين في العام التالي ثم بطولة مسلسل جرح القلوب الرومانسي إلى جانب خالد أمين ومسلسل بنات الروضة الكوميدي وصديقاتي العزيزات شاركت بعدها في بطولة الجزء الثاني لمصرحية مصنع الكاكاو عام 2016 وسدسيات روح روحي على الدرامية ومسلسلي المسافات لدرامية المشوق حيث تكررت فيهم شاركته البطولة مع حسين المنصور واون أبو بوهلولا لإذاعي